نددت منظمة فيانسا الحقوقية البيلاروسية بالبث المرتقب لوسائل إعلام حكومية في مينسك لمقابلة مع صحفي المعارض رومان بورتاسيفيتش الذي أثار توقيفه الشهر الماضي غضبا عالميا من داخل مقر اعتقاله وأظرت محطة تلفزيونية حكومية مقطعا دعائيا لما قالت إنه سيكون مقابلة في الاستوديو مع المعارض بعد أيام من الجدل السياسي حول العالم يظهر أخيرا الصحفي الأشهر في بيلاروسيا رومان بورتاسيفيتش مقطع فيديو قصير نشرته شرطة مينسك يروج لمقابلة مطولة قالت إنها تتضمن اعترافات الصحفي بتهم التآمر على الدولة وتنظيم مظاهرات ضد نظام الرئيس أليكسندر لوكاشينكو الفيديو يظهر فيه بروتاسيفيتش متعبا داخل غرفة صغيرة يؤكد فيه للمحققين أنه يتلقى معاملة جيدة من طرف الشرطة كما اعترف خلاله بتنظيم احتجاجات غير مرخصة وطالب فيه الشعب البيلاروسي بالتوقف عن التظاهر ضد النظام الحاكم منظمات حقوقية بيلاروسية وأوروبية نددت بالفيديو فكرة ومضمونا إذ أكدت أن أي اعترافات حصل عليها المحققون لن تكون ذات مغزى وأنها جاءت تحت الضغط الجسدي والنفسي على أقل تقدير مشيرة إلى بطلان التهم الموجهة إلى بروتاسيفيتش من الأساس لأنها اتهامات سياسية غير منصفة وخطيرة جدا بروتاسيفيتش كان قد اعتقل مؤخرا في ظروف درامية حيث سيرت بيلاروسيا طائرة حربية مقاتلة لاعتراض طائرة مدنية أوروبية وإجبارها على الهبوط في منسك عللت ذلك أنذاك بوجود تهديد إرهابي على متن الطائرة ليتبين لاحقا أن المقصود كان اعتقال الصحفي المعارض الخطوة البيلاروسية غير المسبوقة ردت عليها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام لوكاشينكو كما منع الاتحاد الأوروبي شركة الطيران الحكومية في بيلاروسيا من تسير رحلات جوية إلى مطارات التكتل الأوروبي وأوصى شركاته بعدم التحليق فوق الدولة السوفيتية السابقة قضية بروتاسيفيتش تبقى حلقة جديدة في مسلسل العلاقات المتدهورة أساسا بين نظام لوكاشينكو والغرب قد يكون المستفيد الأكبر منها الجارة الروسية ورئيسها بوتين الذي يرى في كل ما يجري فرصة لوضع قدم أخرى في قلب أوروبا قد تقرب بيلاروسيا أكثر فأكثر إلى المعسكر الشرقي ما يصب في مصلحة طموحه الأكبر في إعادة روسيا الكبرى إلى مكانتها الطبيعية في نظره